ينضم إلينا الآن من القاهرة مدير مركز الجمهورية لحقوق الإنسان ميسر بكول أستاذ ميسر ميسر في مرحبا بك مانا استخدام الأطفال وسوء استخدام الأطفال في مناطق الصراعات ليس بالأمر الجديد الجديد هنا تفنن تنظيم الدولة في الانتهاكات التي نستمع عليها التقرير أشار إلى قطع رؤوس صلب اعدامات جماعية استخدام الأطفال كمتفجرات بشرية حقيقة ما الذي يمكن أن يقال أكثر من مقيل عن هذه الانتهاكات التي يقوم بها التنظيم وكيفية التعامل معها مساء الخير بادئا في بدء اسمح لي في كلمة واحدة أقول لسيد معن بشور بأننا نحن كثوار أو كشباب ثورة سورية وشباب ربيع عربي قمنا بثورة أولا على الطبقة السياسية طيب الأستاذ معن لم يعد معنا بالتالي خلينا في الموضوع بعض كلمة على الهامش نعم كلمة على الهامش والآن نحن متفقين جميعا متفقين على أن تنظيم داعش تنظيم مارق فئة ضالة خارج عن سياق التاريخ والعصر ولا تعترب لا بقوانين ولا بحقوق إنسان ولا بأي شيء لاحظنا الجريمة البشعة المدانة المسنكرة التي جرت بالأمس بحق الطيار الأردني هنا نعزي أهل الأردن بالطيار إذن هي فئة ضالة مارقة خارج سياق العصر خارج سياق التاريخ خارج الإسلام خارج كل شيء ما سنقول عنها أكثر من ما قلنا ولكن الشيء الملفت في التقرير بأنهم تحدثوا عن عمليات جنسية ضد الأطفال وأنا أستغرب كيف يقوم أمير المؤمنين باستغلال الأطفال بمواضيع جنسية أو استخدامهم في عمليات تفجيرية وهو يدعي أنه أمير المؤمنين ولكن بنفس المقام نحن الآن نتحدث عن قيام تنظيم داعش أو تنظيم الدولة بارتكاب هذه المجازر بحق الأيزيديين ركزوا أكثر على الأيزيديين ولكن الأيزيديين الآن اليوم يرتكبون نفس الجرائم إذا عشر قرية عربية في محافظات العراق تم حرقها وتهجير أطفالها ونساءها وحرق أشخاص نحن في موقف محرج حقيقة نحن ندين ونقول بأن تنظيم الدولة تنظيم مارقة خارج سياق العصر والتاريخ ولكن بنفس المقام هؤلاء الأيزيديين الذين ارتكب عليهم هذا الفعل هم يقومون بنفس الفعل وتنظيم الحشد الشعبي ارتكب نفس الفعل بجامع مصعب بن عمير وغيره من المناطق سبعين شخص قتله بالأمس يعني من سنودين ومن سنستنكر لو أدننا داعش العالم كله يدين داعش طيب تلك الفئات المغطات من جماعة قاسم جوشو أو المغطات من البشمرقة وترتدي لباس البشمرقة التي ترتكب هذه الجرائم القذرة وميليشيا الحشد الشعبي المغطات من الحكومة العراقية ارتكبت نفس الجرائم يعني أنا الحقيقة لا أعرف من سيشتمني من هذا الفريق أو من هذا الفريق إذن كل الفئات ضالة من مرس عليهم التعذيب قاموا الآن بإعادة نفس الموضوع وفي هذا المقام كيف لنا أن ندين تنظيم داعش قولنا تنظيم داعش خارج سياق التاريخ ماذا عن بشار الأسد واليوم 65 شخص قتلهم لحما هو هناك جهات عديدة أستاذ بيسر يعني ضالع في هذا الصراع نحن نتحدث عن تحديدا عن تنظيم الدولة وعن الانتهاكات التي يقوم بها بحسب التقرير الذي عرضناه منذ قليل يعني التقرير يتحدث فقط عن تنظيم الدولة لا يتحدث لا عن الحجل الشعبي ولا يتحدث عن النظام السوري وعلى عن مجموعات أخرى كيف يمكن برأيك مواجهة يعني هل هناك شيء يمكن فعله ميدانيا لي على الأقل الحد من هذه الحالات التي نسمع عنها فيما يتعلق بهذه الانتهاكات طبعا لا يمكن الحد من تصرفات تنظيم الدولة إلا من خلال إنهاء ونقصه من جذوره الاستراتيجية الأمريكية خمسة أشهر لم تفعل شيء يعني قالوا أنهم انتصروا في عين العرب ولاحظنا صور عين العرب مديلة زيلت عن الخارطة بعد خمسة أشهر إذن لا يوجد استراتيجية حقيقية لقمع وإيقاف تنظيم الدولة عند حد أو إنهاءه بشكل كامل لا يمكن إنهاء تنظيم الدولة وإنهاء العنف وإنهاء القتل وإنهاء كل هذه الجرائم إلا من خلال محاسبة بشار الأسد محاسبة نوري المالكة الآن كيف تريد من العشائر العربية السنية في العراق أن تقف إلى جانب الدولة العراقية من أجل محاربة تنظيم الدولة وقفة عند حده والميليشيا الحجد الشعبية تقوم بذبح أولاء الأشخاص الأكراد يقومون بطرد هؤلاء الأشخاص من قراءهم إذن هي عملية سياسية متكاملة يجب أن يتحد جميع الشعوب القوى السياسية الوطنية وليست المرتبطة بأجندات إيرانية أو بأجندات بشار الأسد الإجرامية من أجل إنهاء تنظيم الدولة شكرا جزيلا لك الأستاذ ميسر بكور مدير مركز الجمهورية لحقوق الإنسان كان معنا من القاهرة